موسيقى يسعدنا أن نرحب الدكتور إبراهيم تفاحة استشاري الطب العام وأيضاً أخصائي أو استشاري أيضاً في مرض السكري ماجستير في السكري يسعد صباحك الدكتور إبراهيم وجداً سعيدين بتواجدك معنا حياكم الله يسعد صباحكم جميعاً أهلاً وسهلاً فيك بالبداية سنتعرف نحن والمشاهدين أكثر عن ما هو مرض السكري لحتى يتعرفوا أكثر عن هذا المرض مرض السكري كما يعرفه الناس هو ارتفاع السكر في الدم لكن حقيقةً هو ليس كذلك فقط هو خليط أنه أنت عمالك الكربوهايدريات والحلويات والأكل اللي عمالك أكلتها لا تستطيع النفوذ إلى الخلايا لا تستطيع النفوذ إلى الخلايا لأن الخلايا بحاجة إلى هذه الطاقة المتجددة من السكر فيبقى هذا السكر في الدم السبب نوعين سبب أنه ما بيكون في عنده مفتاحها اللي هو إحنا نسميه مستقبلات وبالتالي بيصير مقاومة للإنسلين أي مستقبلات الإنسلين ما هي موجودة وبالتالي بيكون في عندنا حاجة مقاومة للإنسلين فبيكون السكر كثير في الدم والإنسلين كثير في الدم نعم والأمر الآخر أنه أصلاً ما بيكون إفراز الإنسلين أو قليل جداً وهذا ما يسميه بالنوع الأول وحتى النوع الثاني يتحول فيما بعد إلى النوع الأول عند اكتشافه لأنه عندما نكتشف السكر حتى في النوع الثاني اللي يعتمد على مقاومة الإنسلين يكون قد نفذ من خلايا بيتا في البنكرياس أكثر من 50 إلى 70 بالمئة أصلاً أما في النوع الأول فيكون قد نفذ 90 بالمئة وكل واحد له أسبابه كل واحد له عداجه كل واحد له طرقه بنوصب هذه المرحلة بس لوناك نتحدث الدكتور إبراهيم عن أعراض يعني هناك الأعراض العامة لمرض السكري مثلاً العطش الزائد أو نشافة الشفتين وأيضاً كذلك التبول هل هناك أعراض أخرى غير هذه؟ طبعاً هناك أعراض كثيرة منها؟ مرض السكري حتى في الأطفال اللي هو اللي نعتبره اللي هو تايب ون أو النوع الأول اللي هو يتميز بموضوع العطش بموضوع التبول الإرادي نلاحظ كثرة الالتهابات التي حصلت وأنه ما عماله بتجاوب ضعف عام في الجسم تعب عام في الجسم وهذا يتطور بسرعة خاصة في النوع الأول يعني خلال يومين أحياناً أو أسبوع يرتفع إلى ارتفاعات كثيرة من هذا السكر وبالتالي يؤثر على كل أجزاء جسمه فبتلاحظ أنه الجلده بلش يختلف لونه بطل يختلف صار يختلف صار عنده جفاف لأنه بصير عنده هايبوفوليميا صار عنده اختلال في العضلات اختلال في طاقة الجسم نتيجة المعمال والأملاح المعدنية اللي موجودة تسربت كثير منها عن طريق البول أما النوع الثاني فنعم يتميز كمان بكذلك اللي هو العطش والبول لكن أقل عرضة يتميز بنقصان الوزن أحياناً مع أنه بكون أصلاً سمين فالناس بتشوفه ما شاء الله والله يعني متحسنت من وزنك من ثلثة أربعة شهور عامل دايت لا هو اللي مش عامل دايت ليش والله نازل نازل دير بالك حبيبي معناه فيه سكري احتمال يكون سكري احتمال يكون فيه مرض آخر فنزول الوزن الغير مبرر أحياناً لأنه النوع الثاني يصيب أغلب الناس أصحاب السمنة نزول الوزن الغير مبرر بدون رجيم بدون رياضة بدون 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 تنتبه أنه فيه سكري مش دائماً بيبدأ في بول بول زائد أو عطش زائد من ناحية النوع الثاني وبالتالي هاي من ننتبهها في كثرة الالتهابات الجلدية كثرة الالتهابات التناسلية التقرحات في الفم أحياناً بيكون عندهم إمساك لأنه هناك حاجة بنسميها إحنا غاستروباريسيس اللي هي من المضاعفات السكري أحياناً غبش في العيون بصير بلارد فيوجين انت عمالك ما بتشوف شعر حالك أنك تعباني شوي فهذا كمان بدك تنتبه ما في مانع أنك أنت تعمل دائماً يعني كل فترة إذا كنت معرض لمرض السكري أنك تعمل لك تحليل ولو كان هذا بنسبة للنوع الثاني من المعروف والنوع الأول قلت لك أنه حتى في الأطفال إذا انت كطبيب أو كهات شفت أنه والله الطفل مش عماله بتحسن جاي مرض عادي مرض عادي سهل مرض فيروسي مرض شي بس ما عماله بتحسن عماله بتعبر وهذا شفت هنا عدة حالات كثير لنا في الحالات يعني عراض الأطفال في مرض السكري تشابه عراض الكبار مرات يأتي انتهاب مرات يأتي انتهاب بدون بول زيادة مرات يأتي انتبول على حاله تبول على حاله ليش في عنده شي لا صار يتبول على حاله جديد بعد المرضى بعد مصابه وليوز اوه عمل لتحليل والله هو فاسط بلاد شوكر 500 وليس مية مرتفع وهذا بوصل حاجة بسموها وهذا حاجة بسموها كيتو أسيد واسيز اللي هو زيادة نسبة الأحماض الموجودة داخل الدم وللأسف بتلاحظ عليه انه ضعف نعم طب هو أصلا ضعيف انت عمالك بتضعف فبديو ينتبه الواحد اكان حتى الأطفال اذا ما عماله بتحسن وتبقى عنه الهزال وتعب ومهدود حيل وزي ما بسموها بعد أي مرضى خفيفة للأسف لازم نتأكد حتى نستثني نعم حتى نستثني حتى نستثني مرض السكر نعم طيب دكتور يعني عفواً عن المقاطعة كيف يجب أن يكون الطبيعي لفحص السكر بالدم وأيضاً الفحص التراكمي دائماً نسمع كيف يجب أن يكون المعدل الطبيعي هذه الآن اختلفت فيها الفقهاء واختلفت فيها العلماء واختلفت فيها السنوات الآن نحن نعتبر لحد 109 نعم بداية في الصباح بدون فطور معناها أنت بلشت يعني بالسكري بلشت بس مش منات أنه معك سكري نعم مرات تدير بالك يعني مرات منعتبر أنه 110 ل 119 أنه والله أنت بريدا يا بيتك اللي هو ما قبل السكري وإذا كان أما من ناحية التراكمي فالأمر يعني تقريباً شبه محدد إذا كان التراكمي لحد 5.7 أنت ما عندك سكري نعم هذا كالتشخيص أولي وإذا كان بين 5.7 إلى 6.4 أنت بريدا يا بيتك اللي هو معرض للسكري والآن في الدراسات الجديدة بيقول لك لا بد من اعتبار ما قبل السكري هو سكري نعم حتى نشعر المريض أنه أنت عمالك الآن بلشت في دائرة الخطر هو الآن مش بس في دائرة الخطر في دراسات اللي أبدا تقول لك لا أنت مريض واللي مانع هذا الموضوع حقيقة مانعه مواضيع سياسية وتأمينية لأنه مجرد ما أنت قلت أنه بري ديابيتك أنه مرض وبالتالي أنت بحاجة لعلاجات معناها التأمين يتكلف بهذا وفي أوروبا وأمريكا سيئلها دخل في هذه المواضيع يعني أنه مصير كلفة زائدة للعلم مرض السكري من الأمراض الخطيرة مرض منتجر بشكل عام مرض استطاع أن ينتصر على العلماء والأطباء ففي الفترة اللي عمالهم كانوا الناس عمالهم تتوقع أنه في 2010 كانوا يتوقعوا أنه في 2030 إنوصل بحدود 400 مليون مريض سكري في العالم أوردي في 2015 وصلنا خطيناهم نعم خطيناهم وبالتالي لقد هزمنا في هذه المعركة مع السكري نعم نتيجة الوجبات نتيجة الحياة الثانية نمط الحياة نتيجة نمط الحياة مليون هذا إذا ما اعتبرنا لسه ما قبل السكري هو سكري إذا اعتبرناهم ما نوصلنا للمليار نعم طيب دكتور ربراهيم لوناتنا نتحدث عن مضاعفات مرض السكري عند الأطفال ما هي عند الأطفال وعند الكبار عند الأطفال نبلش في الموضوع الأطفال الأطفال إذا ما لحظتوا بسرعة فهو عرضة لأي مشاكل تتوقعية زي إيش مثلا حتى الوفاء لا إله حتى الوفاء لأنه إذا ما دخلت مباشرة وأنا بقترح دائما على الأطفال إذا أصيبوا بسكري أن يدخل أول يومين ثلاثة في المستشفى حتى الأملاح المعدنية تتوازن حتى الجفاف يذهب لأن الأطفال زي ما حكينا حتى نتأكد من عدم وجود حمض في الدم اللي هو لأن هذا سيؤثر على الدماغ ويؤثر على القلب ويؤثر على كافة أنحاء الجسم في حكينا أنه في بوليوريا أنه زيادة في البول وبالتالي سيكون لديه جفعة الآن مضاعفاته الآن بعدما يتصير الطفل عماله مريض في السكري أول مضاعفة وأكبر مضاعفة أنا بعتبرها اللي هي الاكتئاب عند الطفل صحيح وعند الأهل نعم صحيح الطفل يوم يشوف الآخرين عمالهم بيوكلوا وهمش قادر يأكل ليش صحيح ليش الأهل يقولوا ليش يا ابننا هو هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى وابتلاء فالواحد الإنسان لا بد أن يصمر ويتعامل مع هذا المرض بحكمة نعم هلأ الأطفال أول ما قلتلك اللي هو الاكتئاب وأنا بعتبره فعلا من الأمراض العمال ومؤثرة اللي منشوف من الأولاد إنه بصير حتى مرات كيرلس ما يهتم يقول لك منش مشكلة أنا بدل ما أأخذ كل يعني يوم تخاصة يوصل 14-15 سنة يقول لك بدل ما أنا أأخذ 3-4 أوبر أو 5 أوبر أنا بدي أموت فمرات بصير يوكل خفي عن أهله ويضرب حاله مرات ما بضرب حاله الإبرة خاصة هو في المدرسة أو في غير المدرسة مضاعفات من الأساسيات اللي عمانو موجودة خاصة عن المرض الأول اللي هو بالإضافة لتأثير على العيون وتأثير على الكيلة وتأثير على الدماغ وتأثير على القدمين اللي هي هاي كلها تنا عمانو بنعرفها موجودة في كل أنواع السكري في عنا كثرة الهايبوغليسيميا اللي هو الهبوط السكر المفاجئ نفرض أنه الله عمانو ملتزم وبالتالي الطفل اللي بد منه تابعة حثيثا قديش بي العبرياضة قديش بي العبرياضة قديش بياكل قديش نسبته وبالتالي في حاجة حنا بنسميها سيلف مونوترينج غلوكوس بده صير الطفل يتعلم أنه سيطرة ذاتية سيطرة ذاتية على كمية الإنسولين وعلى كمية الغذاء يعني حتى كمية الإنسولين مش والله الدكتور حدد لك خمس وحدات أو سبع وحدات أو ثمان وحدات طب هو اليوم أكل زيادة طيب اليوم ما أكلش أكل نفس الطريقة اللي كان يوكلها لكن في عنده عنده لعبة كرة قدم بده يلعب مع الولادة وبالتالي هذه بدها تصير تؤخذ عن الاعتبار في حد الاكتباب عند الأطفال كيف يتم التعجيل يعني استعانوا بطبيب نفساني أم من طبيب نفساني أم أهل الشؤال طفل نفساني في العادة لازم لازم حاجة نسميها إجوكيشن اللي هو للأهل تعليم للأهل والتعليم للطفل إذا استطاع أن طبيب الأسرة أن يقوم بهذه المهمة واستطاع أن يتقبل الناس بهذه المهمة يمكن إذا لم يستطيع لابد من معالجته عن طريق الهؤل نعم طبعا دكتور مجرد ما الشخص يصاب السكري أيضا يصبح معرض للضغط كثير من مرضى السكري 80% أيضا يصبح عندهم ضغط ما هي العلاقة بين السكريين 80% من أمراض من مرضى السكري فيما بعد يحصل لهم عندهم ضغط عن طريق عدة أمور الآن السكري زمان كان مفهوم حاجة واحدة اللي هو الشغلة السمبل وخلايا اللي بتأثر الآن لا اللي بتأثر في هذا الموضوع واللي بيأثر على موضوع ارتفاع السكر وعدم ارتفاعه البنك رياس الفاتي أسدس اللي هم الخلايا الدهنية العضلات الكبد الخلايا اللي عمالها موجودة داخل البطن المعدة ولذلك حتى علاجات عن طريق الإنكريتين الكلا كل هاي الأمور تتعاون معا في عدة شغلات منها السكري ومنها أصلا بارتفاع الضغط فيما يكون في عندك خلل مثلا في الكلا علاقة بالضغط الخلال في الكلا وهو أصلا صار خلل نتيجة السكري فهذا راح يعمل بطريقة غير مباشرة على العضلات نفس الشيء تؤثر على الضغط وبالتالي للأسف وجدوا إنه 80% من مرضى السكري سيتحولون إلى مرضى ضغط لكن العكس مش دائما هيك إذا ضغط ما بصير عنده بصير عنده بصير عنده حدثنا عن أنواع السكري هو النوع الأول الذي هو المسلم والأنواع الثاني حيث نوع السكري حقيقة أكثر من أنواع أكثر من نوعين وأكثر من ثلاث مثلا المتدارج المتعارف عليه النوع الأول والثاني والثالث والثالث alltså وهو سكر الحوامل prü ثالث سكر الحوامل يعني النوع الأول اللي هو نتيجة نقص إفراز الإنسولين من داخل البنكرياس وهذا بيكون يا عماله عام له صار تدمير لها عن طريق نوع من أنواع الفيروسات أو عن طريق حاجة من سميها اللي هو التدمير الذاتي أو المناعة الذاتية قد ربما يكون أيضاً ورافي بسبب ورافية النوع الأول النوع الأول يعني هو أبعد شيء عن الوراثة مع أنه في بعض النوع الثاني نوع الثاني؟ نوع الثاني Thanksgiving المعلومات خطأ نعرف أنه الأول كنا نعرف أن النوع الأول ورافي نوع الأول و رحى علاقة بالجينات بعض الجينات لها علاقة لكنه ليس ورافي النوع الثاني هو علاقة بالوراثة معناlarını تقوم بص BU WHAT YOU W t H de ist معناita معاني لامرقنا وهنا خدي Ев referent لكن إذا وقتشوا على طريق و sound مطحة يا ممتاز قد لا يصيبك نعم واضح هلا النوع الثاني في عنا مقاومة الإنسولين التي تمنع دخول السكر إلى الخلايا حتى تستفيد منها الخلايا وبالتالي حكينا بيكون في إفراز عالي من الإنسولين في بدايتها من خلايا بين كرياس هذا الإفراز العالي على مدى سنوات 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 صار استنفاذ لخلايا بين كرياس وبالتالي عند ظهور العراض السكري اللي هو بتصير الجمع السكري في الدم يعني نفرض أنه مثلا منه 1 جرام أنه والله حبة إنسولين علشان ندخله الخلايا صرنا منه ثلاث حبات إنسولين تنندخله فبصير إجهاد لخلايا البنكرياس وهذا عماله بيأدي إلى استهلاك خلايا بيتها في الكبد فبيأثر هذا اللي هو النوع الثاني طبعاً إله علاقة في ألفا وإله علاقة في قلوكوغون وهله علاقة زي ما حكينا في العضلات كل شيء كل يوم بتجدد وبالتالي كل يوم بتجدد طريقة العلاج هذا النوع الثالث اللي هو سكر الحوامل سكر الحوامل قريب من النوع الثاني سبباً نتيجة إفرازات هرمونات معينة أثناء الحمل بيصير في مقاومة للإنسولين في خلايا في الدم وبالتالي بيكون بيصير ارتفاع في السكر داخل الام وهذا بيأثر على الطفل بيأثر على الأم ممكن يعمل حتى إجهادات ممكن يعمله تشوهات إذا لم يتم رعايته ومعالجته بصحة النوع الثالث النوع الرابع جديد يبدأ بيأس نعم اللي يسمونها دابل ديويتس عنده النوع أول ونوع ثاني الرابع اللي هو عنده النوع الأول ونوع الثاني النوع الأول ونوع الثاني كان عنده النوع الأول يعني هذا أخطر تقريباً؟ لا هو مش أخطر هو حالات موجودة لكن انت عمالك بصير تختلف شو بدك تعالجه يعني بدك تعطي إنسولين أو خبوب؟ إنسولين يعتبر علاج لكل الحالات يعني ما في خلاف على الموضوع يعتبر من سحنان حميل قدائية أفضل بكثير من الإنسولين على كل الصحة في موضوع النوع الثاني تعتمد ليس أول حاجة لغلقوفاج أو المتفور من زي الناس ما بتفكروا أول حاجة بسموها لايف ستايل تشينجز تغيير نمط الحياة تغيير نمط الحياة تغيير نمط الحياة إذا بتطلع على الأي دي اي في 2019 اللي هو المنظمة الأمريكية 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 بطلحظي إنه ما يلي تغيير نمط الحياة وقف الدخان نزل وزنك حتى لو نزلت 10% من وزنك أنت بتعمل أفاعل نعم كثر حركة نقص الكاربوهايدريت هدول من أهم طرق العلاج وهذا أنا في عندي بجوز فوق الخمس حالات الآن لهم أربع أو خمس سنوات وما في ولا واحد بيأخذ علاج نتيجة إنه عندهم إرادة إنهم يعملون بايف ستايل مش كل الناس عندها إرادة صحيح مش كل الناس عندها إرادة إنه اللي بعدها بصير إنه والله عمانا بنتكلم عن العلاجات مصنفات اللي هم مساعد سكري وما يدفع ذلك وفيها مصنفات هناك معلومة مغلوطة عن معظم الناس كمان بفكروا إنه المريض اللي صار عنده سكري وبدو يتحمى بس دو يتحمى عن السكر ولكن ما بيعرفوا إنه كمان الكاربوهايدريت إلها دور كبير كمان في ارتفاع نسبة السكر في الدم كل أنواع الكاربوهايدريت تؤثر نعم وأنا ما بمنع واحد من أي نوع من أنواع الحلويات ولا الكاربوهايدريت اللي هم مرضى السكري لكن بخففها لث دلث نعم لأنه أي شيء هلا والآن حكينا السكري بصير في عندك أنه ضعف في الخلايا ما بتبطل تستهلك سكري فهي بصير تجوع بصير بدها سكري زيحدة بصير بده هو يتفشش بالسكري زي ما بسموها فلابد إنك انت تحافظ إنك تعطيه النمط معين أقل من نصف ما كان يأخذه حتى تحافظ عليه أول شيء لأنه كل ممنوع المرغوب صحيح الثاني إشيء لأنه هذا نمط حياة عالي وبالتالي تحرم الإنسان كاملا من الخبز والرز والحلويات وهذا مش معقول صحيح يعني تخففه إلى الثلث بخففه إلى الثلث وهذا الموضوع بعدين زي ما حكينا إحنا مش بس السكر اللي هو الكاربوهايدرات الخبز ورز وأي نوع من أنواع الكاربوهايدرات لازم يخفف نعم بفكروا بعدين إذا بيستعيدوا عنه بالأسمر إنه خلاص بيأكلوا كمية نفسها ولكن نفس الشيء الأسمر فيه ألياف ولكن نفس ممكن كمية النشوية هلأ في الأسمر والأبيض يختلفون فيه شيء واحد فقط نعم موضوع الألياف موضوع الفايبرز هو بالتالي بقل نسبة الامتصاص نعم بس هو كمية الكاربوهايدرات نفسه نعم طب لوناتي نتحدث متى يصل الشخص المصاب بمرض السكري لمرحلة الخطورة مجرد من أول يوم هو بلش في مرحلة الخطورة إذا لم يحافظ على نفسه نعم للأسف اللي بيضال يهمل نفسه شوي شوي كل يوم بيكون يتدمر خلايا لأنه أنت عمالك بتأثر على أورد الدموية على الشعيرات الدموية على العصاب وبالتالي بتلاحظ أن كثير من مرضى السكري بيقول لك أنا عندي خدر ونمل تنميل في الرجلي نعم عندي حماوة عندي برودة هذه كلها تهائلها علاقة بالعصاب ضعف جنسي كان عند الرجال وكان عند النساء عدم التركيز كل هذه أنت عمالك بلشت فيه معاملة الخطورة هل كل ما طال الزمن في وجودك في السكري كل ما زادت نسبة الخطورة وخاصة في السكري الغير منتظم نعم ضعف الحياة الزوجية من السكري فشل الكلوي من السكري الجلطات من السكري كل هذا من عدم محافظة على حد معين من السكري نحن نطلب من كل المرضى دائما أنه ما تهم الشهر وتزبط حالك شهر لازم يكون دائما عندك الفاستنج اللي هو سكر أثناء الصيام ما بعد الأكل والتراكمي ضمن المعدلات المقبولة نحن لا نقول لك أن نزل إلى خمسة ونص ولكن يجب أن نكون أقل من ستة ونص نعم نعم نحن نتحدث عن العشاب الطبيعية هناك الكثير منهم يعتمدون كثيرا عن العشاب الطبيعية أي شيء إذا لم تعتمد على دراسة علمية لا يكون كافية هناك أشخاص يأخذون ممكن قد تساعد يعني ورقة الزيتون ومرات القرفة ممكن تساعد لكن لا توقف لا توقف هذه السكري نعم يعني إن كانوا ولا بد وانت اعتمدت لا توقف هذه السكري بس لا بد كمان من مراجعة دورية دائما لطبيبك حتى هو يحدد لك الدواء ترفعه نزله نزل هذا يشوف مضاعفاتك موجودة يشوف موضوع العيون موجودة نحن الآن انتظر مرض سكري لا يتوقف مرض يشوف مرض نعم وعبارة عن تيم وفي كل العالم يوجد تيمز الآن مرات ضعف الرحاية الصحية لا يوجد تيمز لكن يجب تأتي تغذية يدخل العيون يدخل يدخل العصاب يدخل 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 أخصائي السكري نعم كلهم هدولة اللازمة يكونوا أزتيم مهمة عالج موضوع السكري نعم نصيحة أخيرة لمتابعينا في هذا الصباح عن السكري وخصوصا الناس ممكن استعداد لمرض السكري أنا بتكلم لكل الناس نعم الرياضة ثمانين بالمئة من الحل ثمانين بالمئة من كل الأمراض جميل نعم من كل الأمراض إذا استطعت أنك تعمل رياضة يومية نصف ساعة على الأقل أو خمس ساعات في الأسبوع بشكل عام فأنت عمالك ابتقي نفسك كنت في مؤتمر قبل سنتين وكان فيه ناسي اسمي بروفوسور بس من المعروفين جداً في ألمانيا قال إذا إنسان بلش منه عمر 18 يمشي 10 آلاف خطوة يومياً وهي معروفة على الموبايل وعلى شغلات الأوليستيبر أو البدكية برامج متواجدة أيوان يقيق من السكري من أمراض القلب من السرطانات من كافة الأمراض المزمينة بس من عمر 18 هلا ما بعد ليس عماركم وعمارنا نحن يقيق ويحافظ على صحتك وعلى قلبك من مرض السكري ومن القلب ومن العضلات وكل شيء فأنا أول حاجة وقف الدخان ولعب رياضة جميل دكتور هؤلاء أهم عاملين بيأثروا على صحة الإنسان نعم الحمد لله ما من دخل بس لازم نبلش بالرياضة دكتور لازم نسمع نصيحتك من اليوم الدكتور إبراهيم تفاح استشارة طب العام وماجستير أيضاً في مرض السكري يعطيك ألف عافية وكالعادة أثريت الفقرة الطبية صراحة شكراً جزيلاً حياكم الله